ونبقى في سوريا حيث تترقب مدينة الزبدان القلمونية بريف دمشق تنفيذ البند الثاني من الاتفاق الذي جمعها مع كفريا والفوعة بريف إدلب والقاضي بإخراج المسلحين وإعلانها خلية من السلاح تمهيدا لإعادة تأهيلها وعودة الأهالي إليها من المنتظر أن تحذو مدينة الزبدان في ريف دمشق حذو الوعري في مدينة حمص لتعلن المنطقة أمنة وخلية من السلاح والمسلحين بشكل كامل في غضون أيام بعد تنفيذ البند الثاني من الاتفاق بين الحكومة والمعارضة بإخراج المقاتلين على دفعات تمهيدا لتجديد تأهيل المدينة وإعادة سكانها إليها اتصل بأهالي الزبداني لتدخل لإقامة مصالحة في المنطقة وتسوية أوضاع أبناء الزبداني المؤمنين بمؤسسات دولة وعندها تدخلنا بقوة حددنا أسماء الوفد الذي سيقابل الوفد السلطة توقف إطلاق النار كبند أول من بنود الاتفاق قبل ستة أشهر الذي جمد ليعاد تفعيله أمس بإخراج المسلحين كخطوة ثانية وتبقى الخطوة الثالثة والأهم هي إدخال مساعدات غذائية لسكان بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب وسكان مضايا بريف دمشق إثر مظاهرات حاشدة في مضايا تطالب بخروج المسلحين الذين فرض وجودهم حصارا كاملا للمنطقة ليطوى بعد ذلك ملف آخر منطقة حدودية بين سوريا ولبنان كان يسيطر عليها المسلحون ولتؤمن بذلك المقاومة اللبنانية ظهرها ومناطقها الحدودية بصراحة لأنه الشعب تعب، الوطن تعب، حيلفظنا الوطن كلياتنا برا لازم اليوم نوقف العنف، نبلش أي حل على سلاس أولويات إيقاف العنف، إيقاف النار، إدخال مساعدات، تهيئة بزور الحل السياسي والمصالحات الوطنية لأنه كلياتنا بسورية تعبنا كشعب، كسياسيين، كحكومة لا تزال الحكومة السورية تفضل الحل السلمي على العمل العسكري في المناطق التي تستطيع إليها سبيلا حيث نشطت حركة التسويات بريف دمشق ومن المرتقب أن تترق باب التسوية جنوب العاصمة من جهة مخيم اليرموغ ليعلن أيضا منطقة خالية من السلاح والمسلحين بعد خروج المقاتلين على دفعات من مناطق القدم والحجر الأسود على أن تستكمل عملية خروج المسلحين خلال الشهر الأول من العام الجديد